بلد رجبة كلها على فيشة واحدة وبتقطع النور والمية عالناس في عز الحر زي بيقول الراجل ده يعني الكهرباء بتقطع قلنا خلاص قدر الله وما شاء فعل مفيش مشكلة اللي عارفين يشغل مراوح وعادين في مسيح وحاسين ان مصر دخلت نار الله المقالة فهيبتاش قلنا غير ان احنا نخش نطل دش بس ليه لما بتقطعونا الكهرباء بتقطعونا المية فعلها ليه يعني ليه بتقطع الكهرباء وتقطع معها المية وليه بتفصل لنا مع قطع المية اللي بينزل من الأسانسيره دلوقتي قبل ما تقطع عليه الكهرباء بيحمد ربنا ان ربنا نجاه وده اللي كان كاتبه واقل غنيم ان هو خد الأسانسير ونزل بينه بعد دقيقة نور تقطع فحمد ربنا وشكر فضله لانه نجى من انه يتحبس في الأسانسير مدة قطع الكهرباء فاللي بيدخوا الأسانسير دلوقتي بيقرى المعوذتين ويسأل كل أهله انهم يدعو له ويتوسلوا إلى الله وللأولياء اذا جاز اللفظ يعني انه يوصل الدور التاسع او العاشر او الخامس بسلامة لانه ممكن يبقى جوه الأسانسير والكهرباء تقطع هي دي الجمهورية التانية تقدر تقول كده ان الجمهورية التانية هي حلقة في سلسلة من استبدالنا الملكية المدنية بملكية عسكرية بتورس عرش مصر لعساكر وده اللي قالته الأستاذة مية عزام بتقول الكاتبة مية عزام حركة الضباط الأحرار استبدالت الملكية المدنية بالملكية العسكرية فمنذ ذلك الحين وحكم مصر تتورسه المؤسسة العسكرية وممنوع الاقتراب من العرش الخلاصة يا حضرات ان جمهوريات الضباط من ناصر للسادات اللي مبارك طبعا شيل بقى محمد نجيب وشيل الرئيس محمد مرسي لأن دول خارج الحسابات لكن من ناصر للسادات اللي مبارك للسيسي هي جمهورية واحدة لأنه نفس الضباط دول مسكونة بنفس القمعة صدرون الفقر صدروا الحريات فشلوا سياسيا واقتصاديا فشلوا في رفع المعاناة عن البسطاء صحيح اختلفت الوشوش من الزعيم الخالد عبد الناصر الى الجعر ذو الوجه الكئيب اه بالمناسبة خليني اقولك على حاجة في سنة سبعة وخمسين صدر ديوان عبقري لشاعر عبقري هو واحد من مجددين في الشارع العربي هو صلاعب صبور ديوان اسمه الناس في بلادي الديوان ده كان فيه قصيدة اسمها عودة ذو الوجه الكئيب القصيدة كلها متركبة على عبد الناصر بيكلم على مناخيره وبيكلم على ماشيته الغريب ان القصيدة دي ترفعت خالص من الديوان ده ولم تنشر بعد ذلك الا بعد وفاة صلاعب صبور لكن في القصيدة دي وكأن الشاعر الكبير صلاعب صبور قال كل اللي احنا عارفينه دلوقتي فاسمعها وشوف القوادين والقرآد والحاو الطروب وهم بيهللوا للزعيم الخالد اللي هم الاعلام بتاعه شوف رجال الدين شوف المثقفين هذه القصيدة مجهولة للعبقري صلاعب صبور وكتبها سنة حاجة وخمسين فرق بيوصف فيها عبد الناصر ازاي القصيدة انسى مواصفات عبد الناصر لكن هي تنطبق تماما على الجاعر القصيدة بتقول هل عادة ذو الوجه الكئيب؟ هل عادة ذو الوجه الكئيب؟ ذو النظرة البكماء والأنف المقوس والندوب هل عادة ذو الظفر الخضيب؟ ذو المشهة التياهة الخيالاء تنقر في الدروب لحنا من الإزلال والكذب المرقش والنعيب ومدينتي معقودة الزنار عمياء ترقص في الظلام ويصفر الدجال والقواد والقراد والحاوي الطروب في عرس ذو الوجه الكئيب من أين جاء؟ يقول سادتنا الأماجد حين يزونا الجبين شأن الثقات العارفين من السماء من أين جاء؟ ويظل أهل الفضل فينا حائرين ويتمتمون على مسابحهم وهم يتلاغتون هذا ابتلاء الله هذا من تدابير القضاء من أين جاء؟ ويقول أصحابي وهم كالزعزع النجباء قوة العزم يلمع في عيونهم وتجري في عرقهم الفتوة من الجحيم وكيف جاء؟ هذا أبو الهول المخيف نصب السرادق عند باب مدينتي للقادمين والعائدين والهاربين إلى الفضاء والواجرين إلى البناء لم يدع أحدا إلا وألقى دونه هذا السؤال لم يدع أحد إلا وألقى دونه هذا السؤال من خالق الدنيا؟ الملتحون تهللوا وأجاب رائدهم بصوت مستفيد الله خالقها وهذا لا يصح به سؤال وعوى أبو الهول المخيف وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار ورمى بجميع الملتحين إلى الدمار والأمرضون تأملوا وأجاب رائدهم بصوت مستفيد لا نستطيع بل نحن نعرف أنه قدم الطبيعة وعوى أبو الهول المخيف وقلب الوجه الكئيب إلى اليسار ورمى بجميع الأمرضين إلى الدمار وتقدم الدجال والقواد والقراد والحاوي الطروب وتضعضعوا قالوا معاذك أنت خالقها أجل أنت الزمان أنت المكان أنت الذي كان وأنت الذي سيكون في آت الأوان وعوى أبو الهول المخيف وقلب الوجه الكئيب إلى اليابين وأشار ثم تواثبوا فوق الأرائك جالسين سيظل زي الوجه الكئيب وأنفه ونيوبه وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب إلا إذا إلا إذا مات سيموت زي الوجه الكئيب سيموت مقتنقا بما يلقيه من عفا على وجه السماء في ذلك اليوم الحبيب ومدينة معقودة الزنار مبصرة سترقص في الضياء سيموت زي الوجه الكئيب ومدينة معقودة الزنار مبصرة سترقص في الضياء في موت زي الوجه الكئيب